الـ AC منضويها? لا لا مني أحبل AC أنا ما عندي مشكة رمع المكيف أبداً، مابسلط أنا رجل صحراوي طيب إذا بدي أقولك احكي ما لك هذي كلمة مرّة خطيرة تقلت إني تزوّج تزوّج تقليدي أموري تمام إحنا تورى طلع أنا نخطب ثلاث مرّات والله العوين هم خطبوان نساء أجل رجال الله عطلتك إش فيك أنت أول مرة بدرنا أول مرة مسموح يبكي الرجل طبعا الرجل اللي ما يبكي مو برجل راجح الحارسي خمس سنين صمت خمس سنين مش حيكي ولا كلمة أوكي حمشي معك على التعبير والتفسير اللي انت ذكرته صحيح ليش عندك ما أخذ على الكلمة لا عشان يعني الناس تفهمها خمس سنين أنا ما طلعت لقاءات صح تقريبا أكثر صحيح ما طلعت إلا أني أعوذ بالله من شطان الرجيم كنت جالس معه واحد مرة في سيارة قبل خمس سنين واتصل عليه برنامج كبير جدا في السعودية قالوا لي أن أبغاك معنا في اللقاء قالوا ما أعتذر وقفل الجوال قلت ليش اعتذرت يعني ما أحد يفوت هذا البرنامج قال لأني ما عندي شي جديد أقوله قلت كيف يعني ما أطلع والناس تشوف رقاءك وتصير تريند كلا طالما ما عندي شي جديد أكسترا أقول للناس أخلي الناس تسمع وتنتظروا مني ما في أي داعي للظهور ليس الظهور من أجل الظهور فقط فحكمة حلوة يعني مسكت معي ليش أحكي مالك اليوم قبل قلت لي قبل شوي قبل ما أجي كنت جاهس مع أصدقاء شباب يعني من صنع المحتوى وشركات بردكشن كبيرة في السعودية فحكيتم قلت لهم أنا جاي عندي برنامج أحصور مع مالك قالوا لي طيب ليش مالك ترى في برامج كثير موجودة تقدر يعني تصيروا لقاء مع واحد سعودي خصوصا بودكاست يعني انتشرت الحين ما شاء الله بشكل كبير قلت والنعم في الجميع صراحة بس أنا سبب اختياري لمالك لأن فئة المتابعين عنده أعتقد أنها تكون عربية بشكل أكبر فأنا أود أني أوصل للشعب للعالم العربي ككل وأيضا أبوهم يسمعون راجح وش عنده راجح كشاب سعودي وش ممكن يقول لهم شكرا إلك راجح وشكرا لساءتك أنت نجم في السعودية وفي كل العالم العربي أيضا راجح اليوم قديش أنت مراهن أنك تطلع ترند بعد هذه الحلقة شوف هذه كلمة مرة خطيرة ليش خطيرة؟ ليش خطيرة؟ أنت بتلعب لعبة السوشيال ميديا صحيح وأنا شاطر مرة في السوشيال ميديا شاطر جدا أنا عمري ما بحثت عن ترند تمام؟ عشان كذا لو أنا أبحث عن ترند من وراء البودكاست كان ما جيتك تعرف ليش؟ لأني هنا أبحث عن جمهور عاقل واعي ما أدور على ترند أبدا ولا كان كل يوم أنا ترند في تيك توك في تويتر في سناب شات في كل شيء ترى سهل جدا أنك تصير ترند كيف؟ استفز الناس بس استفز عاداتهم استفز دينهم استفز أخلاقهم فورا راح تصير ترند كل يوم لكن عم بتقولي السوشيال ميديا بشكل أساسي هي لعبة استفزاز طبعا إذا بدك تكون أنت ترند وأكيد يعني العالم اللي بتكون على السوشيال ميديا اليوم هدفة تكون ترند يعني الواحد ما بيكون على السوشيال ميديا فقط كرميل يعني فيه ناس بتحط محتوى جيد أكيد ولكن الناس كمان بطبيعة الحال لما بيتنشر محتوى معين بدأ أن هالمحتوى يتفاعلوا معه الناس مية بالمية صحيح اليوم في السوشيال ميديا فيه أشياء تنقال أو أشياء ما تنقال تمام صعب ترى صاحب الترند يقول لك أنا سويت هذه الحركة فعلا عشان أصير ترند هم راح يقول أمرة وراح يقول هذه التصرفات الطبيعية بينما 90% منهم مو تصرفات طبيعية لا الشباب والبنات تصوير البنات لبعض الأشياء وبعض الحركات اللي مالها داعي والوضعيات اللي مالها داعي هم هدفهم فيها أبدا مو حياة المطبيعية حياة المطبيعية مشون عاد زي الناس بس هم هدفهم فيها أنهم يحصلون على ترند بعد هذا الترند يحقون أهدافهم منها سواء إعلانات سواء زيادة مشاهدات سواء العالم تحكي عنهم في كل مكان هذا هدفهم أنت معي يكون في نوع من المراقبة على المحتوى الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أنا معها طبعا قطعا أني مع هذا الشيء وبشرك هيئة الإعلام عندنا نسوين شغل كبير جدا الحمد لله أنهم بدوا اشتغلوا في هذا الموضوع بدوا يراقبون الناس كثير سواء السعودين وغير السعودين المقيمين في السعودية بدوا ينتبهون لكثير من المخالفات التي قاعدت تصير سواء في مجال الإعلانات أو في مجال الأخلاقيات والقيم فالحمد لله أنا صارت موجودة أنا لا أريد أن أحكي وكأنني أنا منزل من الخطأ بس في أشياء صعب أشياء تدمر المجتمعات تدمر القيم ما في مجتمع يكبر ويصبح مجتمع ناجح بدون قيم أين أخطأ راجح الحارفي في السوشال ميديا وإذا بره هلأ أحكي بالسوشال ميديا والله شوف ما في إنسان ما يخلم الخطأ وين غلطت بس ما أعتقد أني كنت صاحب خطأ كبير استفزت فيه دين أحد أو أخلاق أحد أو شيء أبد أخطائي أعتقد أنه أخطاء بريئة يعني شو هو الخطأ البريئ؟ الخطأ البريئ اللي ما تتعمده ولا لك فيه أهداف بس أعطيني شي حسة وين أنت عملت شي على سوشال ميديا قلت غلطة أود ذكر الشيء لأنني ترى فعلا الإنسان أنا ستريت ما عندي مشاكل واجد مرة كنت في أحد المناطق في المملكة وكان عندهم كلمة جديدة بالنسبة لي هذه الكلمة شو هي ما رح أقولها فكنت أصول السناب شات وأسأل أقولهم ما معنى هذه الكلمة وأنا فعلا كنت أتساءل كلمة غريبة غريبة أول مرة أسمع فيها فكنت أتساءل وامزح مع صاحبي اللي هو من أهل هذه المنطقة طبعا هو الموضوع كان بسيط وتقبله وكل شيء بعدين لعل في ناس كانوا شوية محبين يمكن فحاولوا أنهم يسووا من هذه القصة قصة أستهزئ باللهجة وكذا وأخذ الموضوع انتشار بسيط بس الناس العاقلين يعني عرفوا أن كانت سناباتي بريئة ما فيها شيء فهذا خطأ ممكن يكون خطأ بس غير متعمد شخص يسأل عن كلمة وقاعد يستعجب منها بس هذا نوع من المطعة نوع من عدم الملل وكس الروتين لما بتسأل كلمة أيضا أنت بمحل معايير والسوشال ميديا بده محتوى بس عابدنا الهدف ما كان استهزع بس شوية الكلمة ما راح أقول لي لا ما قال لي شو الكلمة بعد ما نخلص أقول لي قال لي شو الكلمة وفسر لي شو معناتها أبدا إنسا طيب إنسا إذا بدي أقول لك احكي مالك مالي يا مالك مالك يا مالك يا راشح مالك يا راشح شو مالي احكي ما لك يا راجح انا ما عندي شي بس لعلي عانيت كثير كثير جدا من التغيير تمام ممكن انت ما تعرفني المستوى الشخصي قريب بس انا لو تقابلني قبل سنة شخص مختلف تماما يعني يكادي يكون انسان مختلف تماما وقبل سنتين ايضا انسان مختلف تماما فالحمد لله اللي وهبني نعمة التغيير ونعمة اني ما استحي اني اتغير اغير تفكيري اغير طموحي اغير اهدافي اتأقلم مع الوضع الموجود ما استحي اني اتعلم ما اخجل من نفسي ولا من ماضي ولا حتى من مستقبلي بشو تغير التحديد اوه كل شي تغير وعلى فكرة في ناس كثير يقولون او تعودوا انا عندي مشكلة مع العادة تعودوا ان الناس اللي قبلهم عاشوا على الارض رسموا خطوط الحياة ولمساراتها فمشوا عليها تغيير هذه المسارات يسوي لهم نوع من الخوف خوف من التغيير ممكن يكون تمرد ممكن يكون انحراف عم يشوفونه كده بس انا ما عندي مشكلة فيه ابدا طالما انه ما يتعارض مع سبب وجودي في الارض اللي هو حاجتين الاولى والاساسية اللي هي عبادة الله سبحانه وتعالى السبب الثاني اللي هو اعمر الارض انك تعمر الارض انك تعمر الارض معناته انك تكون انسان متفتح على كل الافكار متفتح على كل انواع البشرية بدياناتهم وبثقافاتهم وبالوانهم وبكل شيء ولكن ايضا انك تتغير ما تبقى على مسار رسم شخص قبل قبل مئة سنة وتستحي عشان المجتمع ممكن يعني يكون نظرة لك مو كويسة وما يتقبل بتغيير انت عم تقول انت كون مقتنع بخطين احمرين بحياتك وكون مقتنع وعمال اللي بدك يا صحيح اي شيء ما يتعارض مع دينك والاخلاق طبعا لان الاخلاق يدين ما يتعارض معها عيش ومبسط واستمتع عادتا بتحكي حالك بتحكي ما لك انا اتمنى يجي تيجي الساعة غير الموت عشان ما ترول على نفسي تيجي الساعة اللي اقدر ما احكي ذيها حالي انا ما اوقف ابدا عشان كدس سرعة الحرق عندي عالية جدا يعني حتى انا نايمة اتكلم في ناس بيقول لي بيحكوا حالهم هنه ناس نرجسيين بحبوا نفسهم بالعكس اللي يحكي حالي انسان متصالح من حاله لان يقدر يحكيها في ناس ترى ما يقدر يحكيها ما يقدر اصلا يتفرد فيها لان تبدأ تجيه افكار سيئة ويبدأ شيطان يلعب عليها فالانسان اللي يقدر يتكلم مع نفسه هذا انسان ذكي جدا متصالح مع نفسه قابل للتطوير والتغيير قدش راجح انسان بيهتم بصحته النفسية والله يشوف انا ظالم للنفسي صراح يعني يعني انا يهمني كثير الناس يهمني كثير الاهلي يهمني كثير اصحابي يهمني كثير القدامي اللي يشتغل معي بس ما يهمني كثير النفسي صراح في الجانب النفسي عشان كذا اضغط عليها كثير 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 بس اعتقد انها تتحمل يعني الضغط بوسطك الاكتئاب اه شوف انا عندي تحفظ كثير على هذه الاشياء اي اشياء اشياء اسوال في الاكتئاب ليش انا ما يعني انا مو ضد العلم طبعا نسان مش متخلف ولكن ضد ان حياتنا والتصرفات اللي فيها والضغوطات اللي فيها نربطها دائما بالكتاب انا عندي كتاب انا الضغوطات هذه سببت الكتاب انا كتمت كتمت اللي انفجرت كل هذه اه نتيجة فراغ بس فراغ اه من شغل وفراغ ايضا عاطفي نقدر نقول فكثير بلاش يقول كثير شوي من الشباب والبنات تحديدا اه يربطون دائما للظروف والضغوطات اللي تصيرهم في الدنيا بان انا خلاص انا صار عندي كتاب انا لازم اراجع طبيب نفسي انا ما اعرف ايش اكيد هذه اشياء علمية انا ما اعن فيها ولكن تكبيرها وربطها في كل صغيرة وكبيرة خطأ بس الانسان بيضعف راجع الانسان بيضعف الانسان بينكسر الانسان ممكن الانكسارات بحياته اليومية توصه الى حالة اكتئاب صحيح ولكن ايضا ان الشباب والفراغة والجدة مفسدة للمرء اي مفسدة الشباب انك تكون شاب وقوي الفراغ انك تكون فاضي الجدة لهي الفلوس تمام حتى لو شي بسيط مفسدة للمرء اي مفسدة ما عندنا مشكلة مع هذا كله الواحد ممكن تعرض بالضغوطات يفقد غالي انكسارات ولكن صدقني الانسان المشغول المشغول بتحقيق احلامه مو فاضي يكتئب بس كأنك عم بتقول كأنك انت تنطلق من صورة نمطية عربية انه الرجل ممنوع يكتئب الرجل ممنوع يضعف الرجل ممنوع غير صحيح مسموح يزعل مسموح يتعب مسموح يكتئب مسموح يبكي الرجل طبعا الرجل اللي ما يبكي مو برجل تعرف ليش لان الرجل اللي ما يبكي هو يدعي الجماد يدعي الجمودية وهو كذاب هذا غير متصالح مع نفسه أبدا ولكن دمعة ترجع الغالية فما تطلع لعلى شي غالي ام تمبكيت اخر مرة ما عارف صراحة خلينا نتذكر ما عارف صراحة عم بتقول دمعة رجل غالية يعني مش ممكن ينسى ام تمبكي شوف أبقول لك شي يمكن في ناس ما تعرف هذا الشي أنا عادي جدا نشوف مقطع سوشال ميديا وأبكي عشانها عادي جدا عادي عادي تماما بس يمكن اكتر شي اني رفزني او اكتر شي يقهرني اني اشوف انسان ضعيف او حد في موقف ضعيف وما يقدر ينصر نفسه ابدا انا هذا الشي اكتني صراحة ليش هلا عم بتدمع لا ابدا ما دمع لا تحاول فيني ابدا ما دمع مش عم بحاول فيك عيونك عم بيحكو مشاهدين عم بيشوف لا 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 ابدا ما دمع بس أنا هذه المواقف تأثر فيني صراحة واشياء ثانية يمكن امي ابوي انا احبهم جدا جدا يعني والناس تعرف هذا الشي طبعا انا ابوي بالنسبة لي طبعا هو كان معلمي الاول ومازال معلمي الاول ابوي بالنسبة لي كان هو الاب وكان هو انا معجب فيه طبعا بعيدا عن انه اب انا اكنن لمشاعر بر وايضا مشاعر عجاب تمام فاحبه كثير وامي يعني انسانه تعبت معي كثير وزعلان اني ممكن ما اقدر احقق لها اشياء في بالي كثير تمام يعني ممكن لو اوريك الملاحظات اللي كاتبة عندي في اشياء يمكن تسعين بالمية من احلامي اللي راح سويها اتخص امي وابوي عشر بالمية بس تبعي انا تكتبها طبعا تكتب احلامك طبعا لازم اكتبها ليش عشان اذكر نفسي فيها وعشان هذا اول طريق لتحقيقها اني اكتبها انها صارت موجودة في عرض الواقع الحقيقة عن حلم بعد شو لكن انت دمعة الرجل غالية واذا دمعة الرجل غالية مش ممكن ينسى انت نبكي اوكي صح اوكي السؤال اللي بعد ما عرفت السؤال حاضر شوي صح طيب قول لي شو اللي خلى اخر مرة تنزل دمعة راجح اوكي انت تبغى اخر مرة تحديدا يعني اخر مرة صراحة كنت اشوف مقطع تيك توك وواحد كان اوكي اتوقع كان مسافر اهم اني قاعد يسوي مقطع يبغي يشوف همه يبغي قبل امه تمام اا على فكرة انا يمكن من 11 12 سنة طلعت من بيت اسكنت الحالي يعني تمام انا بالرياضة الان ساكل حالي اهلي كان يروحون لجون زمان بس 11 سنة تقريبا انا ساكل حالي جاءت الوالدة شوي بعدين مشت تمام الفترة هذه جس فيها الحالي طبعا كنت احتاج جس فيها الحالي عشان انتقل للعالم الحقيقي يوم انت تكون في اسرة وتحت يعني مضلة اب وام الدنيا موزة يوم تكون بس في الفترة جس فيها الحالي ما اخفيك اني عانيت كثير صراح ليش انك ترجع البيت وتنام حالك انك تصحم النوم حالك تشوف نفسكم رأي حالك تلبس حالك تمشي في البيت حالك تاكل حالك تتمشى حالك كل هذه الاشياء صعبة حتى لو كنت اصعب انسان في الدنيا انا انا ابدا مو سانسحل صعب صعب اقصد يعني ماني اتحمل اشياء كثير بس اكتشفت ان الانسان يعني عند امه يصير انسان ضعيف جدا وعنده ابوه يصير انسان اضعف برضها ف يمكن اخر مقطع صراحة اللي كان بكاني كثير هذا اللي شاف امه تمام انا امي يعني على الفكرة مو يعني مو في السعودية الحين برا مع اخواني واختي درسون دكتوراه وماجستير فهي تعتبر سبورت لهم في البعث يعني اظل الانسان انا في النهاية ابغى اشوف امي مثلا فاكتشف ان الموضوع بعيد وسفر والسالفة طويلة فاخر صريح هالي اللي هي ريح 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 بعدين 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 تخليك شوي انسان ضعيف صراحة حتى في اقول لما بيشتاء لأمه كتير كيف بعبر عن هذا الاشتياق بقولك شي انت انا انا اا يمكن الوالدة تحبني كتير تمام وقريب منها بوضع كتير بس ما ما يقدر عبر عنها لان يكلم ها مثلا وشي بس سبحانلا الله الواحد يوم يسعى يحط عنده أهداف ويبدأ يسعى ويحققها ويكبر الطموح عنده هذه الفترة اللي يغير فيها عن امه مثلا عاش اقول انسان من متوحش بس بس يوم تصير امك موجودة هي اللي تخليك ترجع لانسانياتك شوي وتبدأ تحسين باقي ما زلت الطفل يعني مصاح التعبير انت النسل اللي بعبروا لأمون انت النسل بتعبر شوف انا اعتبر شاضر شوي مقارتم بأمي يعني لأن أمي أبدا أمي يعني من الأمهات اللي ما تعرف مثلا تقول كلام تطلع كل في قلبها وهذا هذا أسوأ يعني شي ممكن تواجه في الدنيا انك تكون قدام أعظم إنسانة على وجه الأرض بس هي مو شاطرة في انه توصل لك مشاعرها بس تشوف مشاعرها في كل شي تشوف مشاعرها في الجلسة جنبك في نظراتها في طاقتها اللي تطلع منها يعني وبالذات أمي أنا بما نتكلمنا عن أمي بعدين نتكلم عن أبوي عشان ما يزعلها بما نتكلمنا عن أمي أمي عادي جدا 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 إن تكون جوعانة جوعانة عادي جدا وتشوفني جالس تويني جاي من مكان بعيد مستحيل تقول لي يجيب الأكل مستحيل أنت رجل عاطفي أوه طبعا جدا عاطفي ورغم إنه ما يعني من الخارج ناس تعتبرني وحش إيه بس أنا ما يهمني يعرفون الناس أني أنا إنسان عاطفي ولا لا لأن في النهاية العواطف هذه موجهة للأشخاص محددين ليش عايب الرجل يكون عاطفي؟ لا 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 بالعكس هذه إنسانية العواطف مربوطة بالإنسانية بس أكثر ما يهمني أني أظهرها للناس بشكل كبير بس الناس بحبوا لما الإنسان بيكون حقيقي وعاطفي وبفرجة عن لحظات ضعف يمكن يتشارك فيها مع الناس طبعا العالم العالم تتميها مع هايك شخص مية بالمية ما نختلف أنا مع هذا الكلام لأن الإنسان هو أصلاً يعني هو كلمة إنسان تعني إنسانية وإنسانية تعني مجموعة مشاعر مجموعة مشاعر تحملها حتى للجمدات فبالعكس هذا مو بضعف أبداً هذه القوة القوة الحقيقية من كل عندك مشاعر شبيك أنت شغلت مكيف طيب قول لي ليش هم بتدمع لأن صراحة فيها أشياء كثير لازم معيد حساباتي فيها أولها كم الفترات اللي زلست فيها مع أمي مع أبوي وكم الفترات اللي مفروضة تجلس معهم فيها هذا الشيء مرع مهم لازم معيد حساباتي فيها وأيضاً لو نرجع رجعنا الموضوع اللي تكلمنا عن قبل شوي اللي هو التغير التغير شيء التغير بالنسبة لي أنا شيء صعب جداً صعب جداً وعانيت منه كثير 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 وتحملت تحملت كلام شوف التغير بالنسبة لي خلاني أتحمل أشياء ما كنت ناوي أتحملها تمام خلاني أتحمل كلام أبداً ما كنت ناوي تحمله خلاني أسوي أشياء عمري ما كنت أبغى أسويها بس عشان في مرحلة تغيري أوصل لتحقيق حلمي عشان أقول لكل الناس هذول اللي كانوا ضد بعض تصرفاتي يقول لهم شوفوني عنه وصلت الحين القهر مهنة القهر أن بعد هذه المرحلة الطويلة من التغير ومن الإنجاز الناس اللي كانوا مسببين لك صحة تعبير ألم أو حاولوا أنهم يعني يزعلونك بأي طريقة كانت ما رح ترقاهم فما رح تقول لهم تعالوا شوفوني كان مفروض أني سجلتهم بفرق القرام خلينا نحكي عن تسجيل الأحلام قلت لي بتسجل أحلامك طبعاً شو الأحلام اللي بتكتبها؟ ما حقدر أقولها يعني ليش؟ لأنها أحلام ليش؟ بتخاف ما تتحقق أو بتخاف؟ طبعاً يس أخاف ما تتحقق وأخاف أني يعني أخاف من ردة فعل الناس أكيد إذا ما صارت يعني برضه يعني يهمني يعني أكيد بتخاف إذا قلت تفقد الشغف أنك تحققه؟ يس فلذلك أفضل أن تصبح موجودة ممكن تتغير الأحلام تصغر تكبر يتغير شكلها لكن هي عمرها ما تتغير حلم واحد من أحلام راجح والله صعب طبعاً أنا أقول لك شيء في مجال الإعلام والسوشيل ميديا ما بدي إعلام والسوشيل ميديا صعب بره والله ليش؟ أحرج؟ لا لا ما أحرج لكن؟ يعني أنا أقول لك حلامي ترى فعلياً فعلياً 10% تخص 90% والله ما تخصني أبداً تخص أبوي أمي بالمقام الأول يعني ما تعني لي كل هذه مو شخصية يعني أنا أعتبرها شخصية لأنها من سعاتي حلمك بموضوع الإعلام والسوشيل ميديا؟ أني أصير إن شاء الله بدن الواحدة لأحد أن يشوف راجح من أكبر المؤثرين في العالم التأثير الحقيقي الذي يخلي الناس تقتدي فيه يعتبرونه قدوة هو شيء أبداً موسهل أبداً أبداً موسهل خصوصاً إذا أنا حاط لنفسي محضورات ما أدخل فيها يعني حاط لنفسي أني أنا ما أصير إنسان تافى ولا أصير إنسان سخيف ولا تعدى على ديانات الناس ولا على عاداتهم ولا على أخلاقهم ولا قيامهم موضوع صعب للأسف كلمة مؤثر ومؤثرين صار تحمل دليلات سلبية بالآوان الأخيرة صار مين ما كان بسميحها له مؤثر وللأسف عندها دليلات سلبية ومنقلب الآخر في الناس بيقولك كثير من المؤثرين بتحفظ أنا عن استخدام الكلمة ولكن عم بينشروا محتوى أبداً مش مؤثر محتوى فارغ والسوشيال ميديا عطت منصات منصات السوشيال ميديا عطت مساحة لناس ما بيكونوا مشهورين شو رأيك بهذه المقولة؟ أولاً كلنا خطاءون أكيد تمام؟ وأنا أول شخص قاعد يخطي ولكن كلمة مؤثر أعتقد أنها ما تنطبق على الكل في فرق بين مشهور وفي فرق بين مؤثر ممكن يكون شخص يتعب على خمس هلاف بس أني يقدر يؤثر عليهم كلهم يؤثر عليهم بالشيء الإيجابي وفي شخص ممكن يكون عنده ستة ملايين بس أني مش مؤثر هو بأمانة سؤال بصدق شخص مثلك شايب لعبة السوشال ميديا لعبة الأرقام فعلاً بس بدي يكون مؤثر إيجابي وينشر الأصص الإيجابية بالحياة أو أيضاً لعبة الأرقام تلعب لا طبعاً شو؟ هذا هدف في الحياة أنه أرقام هدف الحياة الأساسي أرقام خلينا نقول لك الهدف القيم أني أصبح إنسان مؤثر وأثر على الناس بخير هذا الهدف القيم بس أكيد أنا عندي هدف ثاني أكيد أنا أبحث عن أني يعني أدخل من هذا العالم مبالغ مادية أشتري سيارات أشتري بيت هل هي شيئاً طبيعية يمكن المحتوى الهيدف اللي أنت عم تحكي عنه محتوى ما بيجيب لك فلوس محتوى ما بيعطيك أرقام المحتوى ما بيعطيك متابعين ومتابعات بين لما تكون أنت بين هالمشكلتين شو بتنقلي هل بدك تقلي أكيد المحتوى الإيجابي وتكون مؤثر إيجابياً أبغى أقول لك شيء وش أنكي بس ما رح تقنعني أنكي راح تبالي أنكي راح تبالي لو راح تبالي هنا بروح لها لو راح تبالي هنا بروح لها هذا الهدف الأساسي يعني يعني أنا ممكن يكون عندي كل متطلبات السعادة بس أنا ماني سعيد وأنت ممكن يكون عندك ربع متطلبات السعادة وأنت سعيد أنا أبغى أكون سعيد أنا أبغى أعيش مبسوط على فكرة ما أخذ في الاعتبار أبداً العادات والتقاليد أنا ما أؤمن بالعادات والتقاليد أبداً 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 أنا أؤمن بالصح والغلط في عادات والتقاليد سيئة لهن وغلط أعطيني وحدة هقول لك أنا ابتكرها ناس قبل مئات السنين أنا ليش أمشي وراهم أي عادة أنت بترفضك يا شاب اليوم متمرد أي عادة ما تتوافق مع أهدافي وطموحاتي اللي هي أصلا مبنية على الصح والغلط أنا ما أتهمني يعني أطيني عادة بترفضها أوكي أنا ما أود أسمي لك عادة واحدة عشان ممكن تكون مربوطة بأشخاص أطيني عادات لا بس أقول لك فكرة فكرة معينة فكرة معينة أن الناس تعودت مثلا بشكل ما أجيب لك شيء صريح عشان ما أحد يزعل مني لكن أنت بتاخد بعين الاعتبار أنا أحترم طيب ليش أنا أحترم الناس بس أنت عندك أنا أعطيك آخر تنهار إذا بدك تعيش أنت معلّب وبتعتلهم هلأ قلت لي قبل شوي أنك أنت ممتاز ما بتعتلهم الناس وبدك تعمل أنت بدك تغير وبدك تفوت بالتغيير وانت فت بالتغيير وهذا أخذك جهد في تناقض أبدأ أبدأ مش تناقض لكن أنا أخذ في الاعتبار الناس أني أحترمهم وأحترم عاداتهم وتقاليدهم بس ما أطبقها بس تحترم عاداتهم وتقاليدهم للناس أدني أني يجب أن تحترم رأيك صحيح صحيح بس أنا رأيي لي في عاداتهم ما يهم رأيي أنا عندما أعطي رأيي في عادات الناس وتقاليدهم عليش هذا الرأي غلط بس أني أنا أحترمها وأقدرها صحيح ما أنفذها صحيح طيب ما هي دهو وتحترمه وما تنفزه أي عادي أنت بتحترمه وما بتنفزه أوكي أبقل القصة فيه واحد زوج وحده وقال لها أطوخي لنا بالله اليوم عاشا سمكة وجابت للسمكة مقطوع رأسها وذيلها تمام قال ليش قطعتي رأسها وذيلها قالت والله مدري بيسمي كانت تسوي كذا راح دق على أمها قال لها يا خارتي ليش أنت تقطعين رأس السمكة وذيلها قالت والله مدري أمي تسوي كذا جدة البنت اتصل على الجدة قال لي يا جدتي ليش أنت تقطعين رأس السمكة وذيلها قالت يا ولدي الصاج الصاج اللي كان عندي صغير ما يشير السمكة كاملة فأنا أقطعها بس لأنه ما يكفي الأم والبنت سووا نفس الشي بدون ما يعرفون الأسباب بس لأنها صارت عادة عشان كذا أنا ما أمشي على عادات اللي كانت موجودة قبلي إلا طيب منها طيب منها ليش لا بالأكسس تفيد من حلوة كتير السلفة قناعتك صار حلوة السلفة بس برجع بإليك شو العادة اللي أنت تحترمها ولكن ما بتنفزها أعطينا عادة لأنت برأيك موجود اليوم بالمجتمعات تحترمها ولكن أنت تتحفظ عنها والله صعب ترى لأن العادات تنتمي لثقافات وأنه سنحتلم جدا للثقافات طيب بس أعطينا عادي وحدة ما عم بقول لك عادي وحدة اللي أنت برأيك كشاب اعتبرت أنه هيدا عادي خلص بشكل موجود يدخل في سؤال في الزواجات وكذا طيب دعني نقول في بروتوكولات الزواجات بروتوكولات الزواجات مثلا في الملكة أنتم تسمونها ملكة ولا عاقد قران ولا أجتمونها في الملكة في أشياء معينة يسوونها الناس بس لأنهم تعودوا عليها فقط لأنهم تعودوا عليها لازم يصير فيه مثلا شبكة لازم يصير فيه هدايا ما عرف كيف شكلها وكيف لونها في النهاية هذه الهدايا اللي تنعطى الإنسان اللي أنت بترتبط فيها ما رح تستفيد منها هل هذه صح ولا غلط؟ غلط مئة بالمئة بس لأنها عادة قديمة طب أنت ليش تمشي وراء الناس؟ ليش تمشي وراء الناس؟ أعطيك حاجة ثانية مرتبطة بالزواج مثلا بما نتحدثنا على الزواج الآن قبل كان المهر ينعطى عشان إيش؟ تعرف عشان إيش؟ عشان يشترون لها حقها طبعا بس يشترون لها أشياءها ويشترون لها أغراضها والآن هي مي بحاجة أنها تشتري أغراض وأشياء فالصح أن المهر ينعطى لمن ينعطى لها هي مباشرة ما ينعطى لأهلها مثلا أهلها بيشترون لها أغراض لا هي مكتفية ما تحتاج ولا شيء أنا بالنسبة لي هذه العادات اللي الناس مشت عليها بعيدا عن شروط الزواج العادات اللي الناس مشت عليها خطأ طب تقدر تغيرها صعب أنك تغير على الناس بس تقدر تسوي شيء لأنت تشوفه مناسب طيب أنت عم تحكي عن الزواج وعادات الزواج هل أنت مع الزواج التقليدي؟ مع عادات الزواج التقليدي؟ ياريت أني تزوجت الزواج التقليدي أموري تمام هل أنت وراطنا طبعا شو يعني زواج تقليدي؟ كيف يعني تقول ياريت زواج تقليدي؟ اللي أنت تكصد واللي الناس تكصد أعتقد اللي هو الزواجي اللي هو زواجي الأهل أن أمك تروح تشوف لك ناس مناسبين بدون أنت ما يعني ما تعرفها هيو ما تعرفك بعدين تشوفها النظرة الشرعية هذي يسمونه النظرة شرعية إذا عجبتك شكلها صورت معها والشخصية شفت أنها مناسبة لا بأس فيها بعدين تروح تتزوجها تمام أعتقد أنها يعني طريقة جميلة جدا أرس لأن صعب الآن شوف الآن عندنا السعودية فيها تغيرات كبيرة مع التغيرات اللي قاعدة تصير أيضا طبيعة الناس وطريقة حياتهم تتغير بشكل كبير جدا تمام أنا بالنسبة لي يعني رأيي الشخصي تمنيت أني تزوجت قبل سوشال ميديا صرح لأن أنا بالنسبة لي حيث الموضوع صعب مرة 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 يعني أنا ما أخفيك أني في رحلة بحث الحين وأنا جاهس أبحث صعب أن يكلموا يقولها يوم ما شوفي لي واحدة مستحيل ليش مستحيل لأن أنا إنسان عندي أهداف وأحلام بالدنيا أبغى شخص يساعدني عليها ما أبغى شخص بس أنه يعني فقط اسم زوجها لا أبدا الزمان تغير حتى قديما على فكرة ترى الزوجة هي مساعد رئيسي في الحياة هي اللي تساعد زوجها سواء في الرعي ولا في الزراعة ولا في حتى بين البيت مهم اللي عم تقولي راجح فترحت كذا نقطة على موضوع الشراكة الزوجية كتير مهم ولكن قبل بدي أسألك شخص اليوم بعصر مواقع التواصل الاجتماعي عنده حضور على السوشيل ميديا عم برجع أقولك أنا مع الزواج التقليدي ومع الشوف الشرعية طبعا ما في تناقض ليش ليش أنت اليوم لعبة السوشيل ميديا لعبة الصور لعبة الفيديو ويت لعبة السنابيت لعبة اختفاء الصورة بعد دقايق وسويني من نشرة يعني العالم صار بمكان آخر وأنت دخلت هذه اللعبة بنفس الوقت أنت عم بتقول أنا مع الزواج التقليدي زواج العقل وزواج والشوف الشرعية أنا قدر شوفها فقط مرة واتفق أنا وياهو نتزوج جميع أول شي لعل يعدلك لأني أنا قلت تمنيت أني تزوجت قبل السوشيل ميديا تزوج تقليدي الآن أعتقد أنه شيء مستحيل بالنسبة لي ليش مستحيل لأن الزمان تغير والوقت تغير وأنا طموحاتي وطريقة تفكيري ويعني عدافي تغيير فصعب جدا إذا حكيت هلأ مع والدتك وقلت لها يوم ما أنا بدي أتزوج وهيدو مواصفات الزوج المستقبلية شو بتقله شوف أنا لا أثق في رأي المرأة عن المرأة أحب أمي مرة بس ما أثق في رأي شعرها طويل وبيضاء مناسبة انتهى الموضوع طيب يعني أشياء ثانية ما في عرفت فأنا يعني تفكيري مختلف أنا مو من كوكب آخر أكيد ما راح أجيب بوحدة يعني أطلبها من موقع أولاين أكيد برتبط في إنسانها طبيعي من نفس المجتمع بس أكسب طريقة التفكير تختلفت مو زي قبل أبدا بس كيف أنت شاب بعمرك ممكن يقول أنا ممكن أمشي بزواج تقليدي بزواج العقل من دون معيش مثلا قصة حب مع هذه الصبية وحبها وأتعرف عليها اليوم سرنا بغير عصر أنت عم بتقلي خلينا أقولك شيء أول شيء أرجع أقولك أنا ما قلت أنا مع زواج تقليدي ولا قلت أنا ضد زواج تقليدي ركز أنا ماني ضده ولا معه أنا أتكلم عن راجح كنت تتمنى عن راجح فقط راجح كان يتمنى لو تزوج قبل سوشال فيديو شيء واحد شيء الثاني خلينا أقولك شيء الله الثقافات مختلفة ثقافة الشعب السعودي عن ثقافات الشعوب الأخرى مختلفة تماما ترى فطريقة الزواج الموجودة في أي شعب ممكن أن ما تنطبقنا ولا تجي بس اليوم ما ويع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا وحدت كثير من المفاهيم يعني اليوم كثير من المفاهيم وحدت المفاهيم ولكن العادات والتقاليد عند الشعوب وازالت موجودة أنك تتعرف على واحدة وتحبها وتحبك وتتواصلون وتقول لأبوه أنا طالعة مع صاحبي وبعدين أنت يجيب أوه أهلا يا حبيبي يا صديقي يا حبيبي بنتي هذه السوارة لم يوجودة بس ما حدا мне كل المجتمعات الشرقية كل المجتمعات الشرقية مجتمعات محافظة ومش كل المجتمعات بتحكي بهذه الطريقة اللي أنت عم بتقول ولكن أيضا في يقوله وكمان بعض الناس أنه دخول إلى السوشيل ميديا ونشر صور على السوشيل ميديا ونشر بعض الصور على السوشيل ميديا قد تتعارض أيضا مع العادات والتقاليد صحيح أنا ما وأنت أكيد سمعت هيك تعليقات لما بتحط بعض الصور أكيد أكيد Did you agree تعليقات أن هذا الرجل لا يحترم العادات والتقاليد لا أزيدك من الشعر بيت تعرف حاجة لا وأنا ما أدري وأنا ما أدري أبوي خطب لي خطب لي عند ناس قالوا لا قالوا ما نقبل فيه إنسان مشهور وحنا ما نقبل فيه ما نبقى أحد مشهور نبقى أحد إنسان عادي جداً الناس تتخيل الآن الإنسان المعروف وشكل مرتب ومدري هذا تلقى على قراتهم لفرص الزواج حولها بالمليون مين خطب لك الوالد؟ خطب لي عند ناس يعني بس مين؟ والله ما أعرفت مين؟ والله ما أعرفت كان عندك ساقة بخيار الأب؟ ما قال لي إلا بعدين هو بس لو أهل العروس تخيل شو؟ تخيلني ما قال لي أنا ما أدري لو أهل العروس قالوا إيه؟ بيكلمني بيقول لي روح شوف ما في أنت توقع أن الوالد بالقوة يعني وبدو ما أدري لا لا بس أكسد كل هذه السالفة سواها الله يطي العافية وأنا ما أدري بس كان عندك ساقة برأيه؟ لأني مرة كلمت وكان يكلمني عن زواج وقمت أتشرط شوي يعني كان لي راجح أتوقع أنك أنت كل العالم ترغب فيك وأنك بيموتون عليك الناس أبدا ترى أنا قبل فترة كلمت وخطبت لك ورفضوا قلت لأ نعم؟ قالوا والله العظيم رفضوا كنت تخطب لي وأنا ما أدري قالوا والله رفضوا ليش أقول لك؟ أنت نزعجت أنه رفضوا أو نزعجت أنه خطب لك وأنت ما تتعلم؟ لا ما نزعجت بس صراحة ما كنت تتوقع أن الشهرة ممكن تكون شيء مو حلو شيء يتعارض مع العادات والتقاليد؟ مو عادات وتقاريد بس يمكن الناس مو حابين هذا العالم لأن خلنا نتفق أن هذا العالم فعلا مش عالم يعني وردي وجميل ولا أبدا بس شاب بأول طلعته مشهور العالم بتحبه العالم يعني بأسر بالناس ويجي أول شيء أنه فيه ناس رفضوك فيه عروس رفضتك لازم نعدي حسابات أنا عرفت لا خلني بقلك شغلة أنا أعتقد أنه إذا أنا بتزود الموضوع شوي معقد بالنسبة لي صراحة كثير فـ ليش؟ ليش؟ ما أعتقد أن أبوي بيبحث لي أوم وتبحث لي بيكون هذا خيار صحيح أبدا وأيضا أنا بين صدمة أو واقع أنه إحنا كشعب صعب أنك أنت تتعرف على إنسانه وتلقى فيها طموحاتك وتتزوجها بطريقة يعني بالطريقة بالبروتوكول الموجود صعب جدا أنا ترى في نهاية بالقبيلة وأحترم عادات قبيلتي وأبوي وأهلي ما أتعدى عليها أبدا وأحترمها جدا بس طموحي شوية يتعارض طموحي في زوجتي المستقبلية حلو الزوجتي صح؟ حلو لسم كده زوجتي أول ما أقولها طموحي في الزوجة المستقبلية يتعارض مع طريقة بحثي لأن الزوجة المستقبلية أبغاء إنسانها تكون متفتحة وفاهمة الدنيا ومواكبة الأحداث ولكن أيضا متمسكة بالعادات وتقاليد ببعض العادات وتقاليد متمسكة بدينها وأيضا بالعادات والتقاليد التي أنا أحترمها وأحبها قول لي ليه شوّبت؟ سئلتك حلوة أوكي سوف أن الشيء الأهم من المايك هذا يلقط كل شيء صح؟ يعني حتى النفس اللي هذا يباني أنت عندك شيء مخبة؟ أوكي قول لي عن شو كنا عم نحكي نقفل موضوع الزواج طيب لكن أنت ذكي كتير حلق بهالفكرة اللي أنت قالت أنه أبو كان نخطب لك بدون ما أنت تدري هادي رح تروح تريند أوكي berفكرة learnt shake أبوي خطبي و أنا دي صح؟ صح أنا نخطب ثلاث مرات والله العظيم والثلاثة رفضوا قلتها مرة هم خطبوني ايه هم خطبوني نساء رجال اللي اعتقد لا النساء خطبوك يعني النساء طلبوا ايدك للزواج أنا هيك قصدي صحيح هيدا اللي أنا قصدي فيه صحيح ورفضت الثلاثة صحيح أول وحدة من ما قدر أقول أسماء مش أسماء يعني يعني ناس أسماءهم كبيرة بس أقصد أوف كبيرة جدا أوف بس أقصد يا دي شوية ش يعني أسماء كبيرة يعني ناس من يعني كفة من علية القوم نصاح التعبير بس سبب رفض لهم كلهم الثلاث بس دي قبل قلت لي أسماء كبيرة طبعا ثلاث نساء طبعا كيف تقدمت لك أول امرأة ما عرف التفاصيل لأن ترى على مدى ست سنوات هذا الكلام بس علاقة بدايتها شغل بداية العلاقة كلهم شغل على الفكرة يعني كل بداية علاقاتهم شغل إعلانات مشاريع بعدين شوي 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 أول واحدة شو قالت لك ما قالت شي يعني قالت لي ما قالت شي كيف أقول اللي ينقال اللي ما ينقال ما ينقال طي أرف قالت لك شي ما ينقال أي يعني واحدة منهم صورتي المجلس المجلس حق البيت بيتها قاصرها يعني نصح التعبير وكانت حاطة المجلس صورتي أنا شفت صورتي قلت يمكن فلتر ولا شي قلت هذه صورتي قالت يوه قلت هذا المجلس مين قلت هذا المجلسي قلت كيف مجلسي قلت هذا يعني هم في مجمع وفي ثلاث قصور جنبع قصر بوها وقصرها وقصر أخوها أرف أي قالت هذا قصري قلت طيب ليش حاط صورتي فيه قالت والله أنا يعني أبغاك على سنة الله وكذا وكذا كذا سبب رفضي للثلاثة صراحة واحدة كانت منهم يعني هذا اللي يعني كانت إنسانة مو جميلة صراحة وانا كيدي همني شكل يعني زي البشر الباقي أنا إنسان طبيعي طب رسول الله سلم يقول تنكح المرأة لثلاثة لجمالها ولدينها ولمالها تمام فما كان شكلها مناسب بس كان في مهل كان في مهل قصور مهل الثانية ما كانت عجبتني كشخصية أنا إنسان واضح جدا ما أحب أتعامل مع الناس الرماديين الثالثة كانت عجب صراحة أني رضطت الثالثة كل شيء كان كويس كل شيء كان صح تمام في مشكلة واحدة بس طولها مترين وعشرة مستحي مستحيل ما تيجي أصلا حاولت طبعا قلت لأبوي على الموضوع أبوي قال لا تفكر أصلا مستحيل والله هذه يعني ترددت فيها الطويلة هذه بس شو المشكل بالطول مستحيل طبعا خير تتزوج واحدة أطول منك أصلا ما قدر تحوشها يلي أو لا ما يمديك طيب اللحظة يلي المرأة بيدرت شو قالت لك كيف عرفتني بنتتزوجك شو قالت لك راجح تتزوجني شو قالت لك ما ودي سؤال في هذا الموضوع كثير صلاحة بس قالت لي أن أنا معجبة فيك وأشوف فيك خير وأبغر تبط فيك عادي هذا اللي عم تقول أشوف فيك خير نصا يعني نفس هذا الكلام نصا شو قالت لك يعني أنا أشوف فيك خير وأبغر تبط فيك بس وأنا ما أستحيل هذا الكلام يعني بالعكس هذا ما يصدر له من إنسان عاقل جدا على الفكرة خصوصا إذا كانت بنت أنت مع المرأة بيدر طبعا طبعا مع الأثنين يبادرون بس البنت إذا حصلت شاب في خير وكان وضعها ركز على وضعها يسمح أنها تبادر هي تبادر بس المجتمعات والعادات والتقاليد بنت تبادر يا إلهي يا إلهي قلت لك هذه من العادات اللي سيئة أنت بتحب المرأة تبادر مو أحب المرأة تبادر أنا معا إذا كان وضعها يسمح ورأة أن هذا الشخص هو الشخص المناسب مئة بالمئة لا تنتظر يجي بتجذبك المرأة اللي بتبادر أو بتخوفك على حسب المبادرة إذا قالت لك بدي أتجوزك إذا هي فيها خير بالعكس تكبر بعين بتجذبك طبعا إذا فيها خير أما إذا هي اللي رايح واللجاي تقوله بتتزوج كأني ماني بيها الرجل بخاف المرأة اللي بتبادر لا لا أبدا نسألي مو بواثق من نفسه هو اللي يخاف بس جريء إمرأة بدك إمرأة تبادر وكنت تتمنى تتزوج زواج تقليدي خلينا نفرق بين أنا أبغى وأنا أحترم عرفت لأن أنا ما عندي مشكلة إني أتزوجي واحدة هي بادرت وجاته كلمتني ما عندي مشكلة أبدا إذا كانت في إنسانة جيدة ليش لا هذا يدل على ثقة يدل على منطق عرفت يوم أنك تلقى الإنسان المناسب لا تبغى تخليه يروح حتى لو تكسر كل العداد والتقاليد لعبة معلمة إيه إيه ما عليك بس أبغى أعلق على شيء أنت ذكرتك قبل شوي شيء من أكبر عقدي في الحياة أنت قلت أنت شخص ذكي جدا صح أنت حكمت علي أني ذكي جدا صح صح أكبر مشكلة عندي بالدنيا أن الناس كلها تتعامل معي يعني أنا ما جلست معك حين خمس دقائق وأنت قلت أنت شخص ذكي جدا الناس تتعامل معي على هذا الأساس الناس تفسر كل تصرفاتي في الدنيا أن لها معنى ولها مقصد ولها أهداف بينما أنا 90% من تصرفاتي بريئة ما فيها أي أهداف 90% من كلامي بريئة ما فيها أي أهداف طيب بس أنت تعرف لعبة السوشيال ميديا وكبيت قصة راح تروح ترند أنه أبوك خطب لك وكفيت بالقصة الثانية أنه ثلاثة نساء طلبوك للزواج ورفضت لثلاثة أوكي طيب هيدا كافيلي ياخدك ترند من دون من دون ما تستخدم أي محتوى خادش للحياة أوكي بس ما العلاقة هيدا زاكة بلعبة السوشيال ميديا صح طيب بس أنا أكصد أن الناس يعني أنت بهمك تروح ترند أكيد الترند كل حد يبحث عنه بس أنا أقول لك على نقطة الذكاء الناس تعاملك على كل تصرفاتك أن لها مقصد و لاها هدف وهذا شيء غير صحيح على موضوع السوشيال ميديا أي وجه هو الأحب إلى قلب راجح الإعلامي المؤثر الموديل أو اللي بيشتغل أعلنت أوكي أول شي أنا عندي تعليق كبير على على كل اللي ذكرت ليش أنا ما أحب كلمة إعلامي أو شيء لأني أعتقد أن إعلامي يستحقها من درس في المجال نفسه وتعب وحقق نجاحات فيها وأخذ شهاية فيها فأنا ما أحب ذها يعني بس أنا ما أدرست إعلام بس أنا ما أحبها شكسين يعني بس إنه ما خص يعني لا أعتقد إذا أنا إعلامي ناجح أو لا أنا ما عم بحكي إذا نجح أو لا أنا عمل لك ولكن أنا بشتغل بالإعلام وأنا ما ندارس إعلام ممتاز بس أنا أتكلم عن المستوى الشخصي أنا ما أحب هذه الكلمة لي أنا ليس أحب كلمة إعلامي ولا أحب كلمة أستاذ هذا يجيب لي مغص حيث أنا موديل عارض أزياء ولا عارض أزياء لماذا؟ أقول لك لماذا؟ على أساس أنت حكمت علي أني أنا مودن أو الناس حكمت علي يوم يروني لابس كويس وأتصور صورة كويسة صح؟ نوع من عرض أزياء لا أبداً كل الأشياء التي أنا جاءت أقدمها في سوشيال ميديا خصوصاً إستجرام يعني هي إعلانات إعلانات أحياناً بنسبة كبيرة مولي اللبس إعلانات للشيء اللي أنا مصورة بس أنا إنسان أحب أهتم بلبسي بس يعني أنا ما أمشي أعرض أزياء أبداً طيب رجل إعلانات لا أنا أعلن كثير يعني أنا معلم يعني ما عندك مشكل أنك أنت مولي لكن ما عندك مشكل بهذه لا لا مؤثر أتمنى يا رب أن يصير مؤثر مثل ما حكينا إجابة أنا عندي بطاقة إعلامي مو كثير عند هذه بطاقة بطاقة إعلامي وما بدك ليها ما بدك الصفة لا أبداً ما أحبها لأنني لو راح ألتزم بهذه الصفة لازم أحترمها وأعرف أشياء قدم وين وكيف ومتى وطريقة وإشياء كثير والصفة الأخيرة سائح جوال طبعاً أنا أحب هذه الصفة وأحب هذا الأسم خلينا أحكي لك على هذا الموضوع أنا كتبت سائح جوال لأني أنا جد أحب الثقافات وأحترمها وأبغى أدخل فيها جوة وأتعرف على الناس سواء في السعودية ولا خرج السعودية بس بما أن السعودية ما شاء الله يعني تمتلك تنوع ثقافي رهيب ما بين الشرق والغرب والوسطى والشمال والجنوب قلت خليني أبدأ في ديرتي يعني طيب سؤال يعني راجح أنت عم تشهر المناطق السعودية أو المناطق السعودية أعطت لراجح هوية وشهرة وانتشار المناطق السعودية مو بحاجة راجح راجح هو اللي بحاجة الثقافات ومناطق السعودية لأن الأماكن باقية والبشر يرحلون لتلي سائح جوال طيب السياحة فعلا بتعطي طاقة إيجابية كتير كبيرة عند الإنسان برأيك أنت السياحة اللي بتعطيك طاقة إيجابية هي سياحة داخل بلادك داخل السعودية أو هي سياحة لما بتروح بتزور مدن العالم أو بتكتشف ثقافات العالم من لندن باريس إلى المدن الكبيرة وإلى القرى بالعالم جميل هو الفكرة من السياحة والمتعة فيها أنك تتعرف على ثقافات مختلفة سواء كانت قريب أو لبيت المملكة العربية السعودية ثقافاتها فعلا مختلفة ما بين الجنوب والشمال والشرق والغرب والوسطى ثقافات مختلفة ولهاجات مختلفة وأكل مختلف لبس مختلف وهذا الشيء اللي هو يحقق متعة السفر والسياحة وبالمناسبة ترى المملكة فيما يخص السياحة سوى شيء كبير جدا بدعم سمو سيدنا من محمد بن سلمان عندنا في السعودية ترى 18 وجهة سياحية تعرف؟ العلاء أكيد أنك تعرفها أخذت أفضل توجة بأفضل قرى العالم أنت زرت العلاء؟ طبعا أي سنة؟ العلاء ساحرة العلاء لا تسأني كم مرة زرتها؟ كثير تخيل من 2015 إلى 2021 كم عدد السياحة لدخل السعودية؟ سياح محلين دولين كم تعتقد؟ 500 مليون فالحراكة اللي صاير فيما يخص السياحة السعودية عالمية جدا الرعاة اللي صارة موجودين الآن بالسعودية كبار جدا سفراء السياحة مثل ميسي تتكلم عن حد كل أقطار الأرض تعرفه صار سفير السياحة السعودية فهذا يدل على أن مستقبل السياحة السعودية عظيم وكبير وفعلا جغرافية الأرض عندنا والثقافات المختلفة رح تساعد على هذا الشيء إن شاء الله أنه يوصل لي كل حد والأرقام بتقول 20-30 مليون سائح في المملكة يا رب وأعتقد أكثر بكثير إن شاء الله لأن أنت لو وزرت الاختلاف الموجود في المملكة والمشاريع اللي قاعدة تصير الحين المشاريع تقول لك أن مستقبل السياحة في السعودية طيب نعني أنا كحدة عربي أول شيء إجي أبضي ما روح بعيد لا تروح بعيد بيقول صيفك جبل أو صيفك بحر نعني إنه ما روح بعيد إبقى بالعالم العربي إجي تحديدا إلى المملكة كرميل صيف أو تجربة سياحية داخل المملكة جميل نعني ليش بدأ إجي؟ ليش بدأ إروح مثلا ليش بدأ إجي إلى السعودية ما روح مثلا إلى أوروبا أو ما روح إلى المالديف مثلا أو روح إلى إندونيسيا أو روح إلى ماليزيا وإلى آخرية من الوجهات السياحية اللي جميل ممتاز أول شيء أنا دائما ضد المقارنات ولا أبغى أقارن ما ينفع أن نقارن لندن بالرياض هذا الشيء مختلف عن هذا المقارنات فيها خاطئة تماما ولكن السياحة في السعودية قل نعطيك مميزاتها عشان أنت تقارن برأسك بعدين إش اللي مفضل بالنسبة لك السياحة في السعودية مميزة لأسباب كثيرة أولها الاختلاف والاختلاف خليني أشرح لك عنه كيف أنت تروح للجنوب وتروح للشمال ثقافات مختلفة تماما لا من ناحية الأكل ولا من ناحية اللبس ولا من ناحية اللهجات ولا طبيعة الأرض ولا كل شيء من هذا هذا الشيء الأول الشيء الثاني ثقافة الناس اللي هم السعوديين في تعاملهم مع السياح رائعة جدا وقدوة نعتبرها لكل الدول لا من ناحية الكرام ولا الشهام ولا الاستقبال ولا الحفاة ولا غيرها لأن هذه أصلا من عاداتنا نحن مو بشي مبتكر جديد الشيء الثالث التنوع الجغرافي الموجود أنا لو أديك بس تبوك في منطقة واحدة راح تنبهر بالمكان أنت تشوفها ما بين بحر وجبل ورملة كلها في منطقة واحدة تخيل كل هذه في منطقة واحدة وقيس عليها أنا أضمن لك لو رحت العلاء أنت يوم واحد بتنسى بتنسى كل الأماكن اللي شفتها بحياتي أنا رحت العلاء بالالفين وثمانتعاش أعطينا رايك الساحرة ساحرة أقل تعبير ممكن تقول عنها على فكرة من أسباب سفر الناس والهيئة الملكية العلاء عم تعمل كمان شغل جبار يعني طبعا ووزير وزير السقافة أيضا الأمير بدر شغل جبار الأمير بدر بالمناسبة يعني مسوي جهد كبير جدا 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 وأنا أريد أن نخلي وزارة الثقافة وملفها شوي عشان راح نسحب فيه إن شاء الله لنا نحكي عن موضوع العلاء لأنه خاصة أنا شخص بره عم تابعي يعني المتحدث الرسمي للعلاء الأستاذ طريري عم بتابع حسابه على تويتر فعلا اللي منشوفه كل يوم عم بيصير بالعلاء ما فينا نقول غير نوقفه مذهولين من منتجعات سياحية والأحلى بالعلاء اسمح لي أقول هذه الشغلة أنه فيه منتجعات سياحية وفيه الحفاظ على التراث والثقافة بشكل كتير كبير ممتاز حتى تعليقا حتى الأدوات المستخدمة في بناء هذه المنتجعات والأماكن يحاولون أن تكون هذه كلها من الطبيعة حتى توزيع الإضاءة لو رحت العلاء توزيع الإضاءة ما رح تلقى أي إضاءة مباشرة على وجهك زي المدن مثلا أو الأشياء الحديثة خلينا نرجع شوي إلى التنوع الجغرافي العلاء تنوعها الجغرافي الرهيب والسحر الموجود فيها مختلف تماما تروح الأبهى والجبال السودة والدنيا اللي هناك عالم عالم مختلف تماما والأجواء الباردة اللي هناك تروح الجزان ومزارع البن الموجودة هناك تروح الفيفا تروح للشرقية تروح للجزر الموجودة هناك دارين وغيرها تروح للشمال تابوك وحتى القريات وغيرها كل هذا الاختلاف نجد الرياض وما حواليها من قرى قديمة كلها مختلفة الغربية المدينة القديمة في جدة جدة قديمة الطائف شبرة أشياء كلها تخلي السائح فعلا يجي ويكتشف حضارات مختلفة نرجع شوي للثقافة والأمير بدر وعلى فكرة أستاذ عمرو مدني في العلاء سوي يعني شي كبير أنا قبرت الصدفة مرة قلت أستاذ عمرو أنا سان عندي مقترحات وعندي أفكار قال لي صبر 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 شوي قديني رقم جوالك فورا أخذ رقم جوالي قال ليش عندك بكرة؟ أنا قبرت في الليل في مناسبة قال ليش عندك بكرة؟ قلت بكرة يعني موجود قال لي بكرة الساعة 9 الصباح أنا قبرت في الرياضي إذا أنت فاضي تطلع معي على الطيارة على العلاء كل مقترحاتك هذي جمعها وتعال معي بكرة على العلاء شوف على أرض الواقع وعدل ووضيف على مقترحاتك وعدل النجس الأمير بدر فيما يخص الثقافة يعني يرفع للقبعة احترام صراحة وزارة الثقافة يعني بهيئاتها كلها الموجودة تحتها يسوي شي عظيم جدا فعلا الناس بدأت تعرف إيش يعني الثقافة سعودية بمختلف ما فيها يعني أيضا بالمقارنة بالمناسبة عن طريق الحديث عن وزارات وزارة الرياضة أمير عبد العزيز بن تركي بن تركي شغل أيضا شغل جبار اليوم حنا سمعنا عن خصخصة خصخصة الأندية الأمير محمد بن سلمان بهذا الفريق الرائع الفريق المشرف يعني تعجز أنك تسوي شيء إلا أنك تحاول أنك تكون جزء من هذه النجاحات صندوق لدعم الأندية صحيح أصبحت الآن الأندية كلها مخصخصة يعني أصبحت شركات عندما تعرف الشركات طريقة تعاملها مختلفة وحساباتها مختلفة اليوم حنا نشوف السعودية استقطاب لنجوم العالم هذا الشيء هدافه مو بس رياضية فقط هدافة رياضية سياحية اقتصادية على كل هذه الأصعدة نحن نتكلم اليوم موجود كريستيانو وكريم بنزيمة ما عرف إذا تعرفه ولا لا جاي الحين ومسي إن شاء الله 90% هلالي يا رب كل هذه الأشياء ترى ما تجي يعني ما تمر مرور الكرام هذه وراها وراها خطط وراها معلم كبير نصاح التعبير يعني وراها مهندس أحسن من المعلم هذه الأشياء وراها مهندس وراها رؤية وراها رؤية وراها محمد بن سلمان بس على الجانب الرياضي فمبارك لو تكلمتك عن كل جوانب الاقتصادية والسياسية والإنسانية والجغرافية والرياضية هو هلأ رايح تريند شكراً ولي العهد اللي هو مشروع الاستثمار والتخصيص الأنديا الرياضية صحيح 100% يعني ما نقدر نقول شيء يعني حتى صعب تقول شكراً محمد بن سلمان صعب جداً صعب تقول الله يخليك لنا هذه المصطلحات والمسميات تظلمه بس تقول يا رب نحن نكون جزء من هذا المشروع العملاق ونساعد على تحقيقها شو غيرت لك أنت كشاب سعودي شو غيرت لك الرؤية يعني رؤية 20-30 هي رؤية هي مشروع حلم كبير ولكن أنت كشاب سعودي شو عطتك هذه الرؤية عطتني حلم ما كنت تحلم قبل قبل الرؤية ما كنت تحلم كنت تحلم لكن شو عطتك الرؤية ما عطتك لك عطتني حلم بدون حد صحيح خليني أقولك شي أغلاء هيدا من الأحلام اللي مأيدها على الدفتر أو لا صحيح خليني أقولك شي أغلاء خليني نحكي عن الرؤية وعلى أمير محمد بن سلمان أعتقد أن حنا تجاوزنا والناس بدأت تتفهم أن حديثنا عنه هو ليس تملق وليس مجاملات لأن أرض الواقع جاء سيحكي عن إنجازات هذا الأمير الشاب اللي يمثلنا واللي جالس يشاركنا أحلامه ويشاركنا كلنا هذا المشروع الضخم ونحنا جزء منه على كل المستويات حنا اليوم صرنا فعليا حتى يوم نسافر نشوف ردة فعل الناس سواء في العالم العربي ولا برا أول ما يدلون أنك سعودي اختلفت 180 درجة شو كانت قبل شو كان يقوله قبل بلاش يقولك شو كان يقوله قبل اللي شو كان يقوله قبل لأنت تذكر يعني أنت كانت زعشتك صحيح لا لا مش زعجتني أبدا لكن تكون كانت عادية وأصبحت غير عادية مش ضرورة تكون سيئة على الفكرة يعني كانت ردة الفعل عادية سعودي زي أي واحد ثاني جاء لكن اليوم لا الحين كيف صارت الحين صارت سعودي جاي من بلد بلد الأحلام سعودي جاي من بلد المعجزات سعودي جاي في عند المصطلح في السعودية يسمونه أحلام العصر تعرف أحلام العصر؟ تعرفوش يعني أحلام العصر يعني الأشياء اللي مستحيلة تتحقق في السعودية كل أحلام العصر تحققت فعلياً وأنت مالك أعتقد أنك قريب من المشهد وقاعد تشوف أعتقد أنك قاعد تشوف بعينك فحديثنا على الأمير محمد اليوم هو تعدى نقاش إن هال هذا الحديث يعني يستحق الأمير ولا لا إحنا قاعدين نشوف واقع فقال مرة الأمير محمد تكلم عجبتني مرة وأنا يعني جات في قلبي أشهد الله يقول أتمنى أن الله يطول بعمري عشان أحقق هذه الرؤية وعشان أشوف النتائج قاعد أفكر أنا أقول ليش الأمير محمد قال الله يطول بعمري عشان أشوف النتائج يعني كلمة غريبة بعدين حسيت أنه فعلا الناس اللي ما عاصروا هذه الأحلام ولا عاصروا هذا التطور الموجود كان يتمنون أنه موجود الناس اللي الحين في خضم تحقيق الرؤية يتمنون أنهم يستمتعون بنتائج الرؤية بدري هم شباب عشان ينبسطون فيه فأنا عرفت وش يعني بهذا الجملة فالله يساعدنا كلنا إن شاء الله نكون يعني أقد المسؤولية ونحن نعيش نتائج هذه الرؤية إن شاء الله بتقول السعودية جارت القمر ليش هالأد السعودية قريبة عن الأمر مثل ما أنت سميتها أنت من جاء تشكيل ما هذه تعرف مني جارت القمر جارت القمر فيفا الجبال فيفا يسمون فيفا جارت القمر لأنها مرتفعة تماما من أعلى المناطق الجبرية المرتفعة وساحرة على الفكرة فيفا شو أحلى منطقة أنت حبيتها بالسعودية بأمانة العلاء طبعا بدون نقاش شوف تختلف هذه يقول لك ميزة السعودية إنها تختلف بجغرافيتها يعني ما تقدر تقارن العلاء بأبها العلاء مثلا بيتابوك العلاء بجدة أشياء مختلفة بس أنا بالنسبة لي العلاء كانت ساحرة صراحة حضارة قديمة تمتد لألاف السنوات أشكال الجبال الموجودة هناك طبيعة المواد المستخدمة في المنتجعات شيء ساحرة صراحة ما بعد العلاء ما بعد العلاء والله شوف أنا أحب أبها صراح أبها جوها رائع الأكل الموجود هناك لازم نجيب لك يوم نجيب لك عريكة ومشغوثة نجيب لك حنيذ ما رح ترجع لبنان بتنسى لبنان يرجع تنسى التبولة والفتوش لا الفتبولة والفتوش اسمح لي فيه اسمع مني شو رأيك من حط من هون طبق صعودي من هون طبق لبناني اسمع هنا فتوش هنا عريكة نجيب من يفوز تفقنا الحريكة راجح أنت محبوب أكتر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أو أكتر من الناس اللي بيشاهدوا تليفزيون والجيل الأكبر كلهم تدري يعني كلهم صراحة سألت نفسي هذا السؤال لأن بقولك شيء أنا مر صال لي موقف كان معي واحد من الشباب من مشاهير أرقام في السوشال ميديا كانت أكبر مني مو بكثير بس أكبر مني أنا شفتها ويعرفني وأعرفها عندي في السوشال ميديا رقم عندي في السوشال ميديا رقم نزلنا للشارع يعني فيه إفنت بين الناس يتصور معي عشرين يتصور معا ثنين فهمت؟ فترى أن الناس تعرفك وتحبك في الواقع مش ضروري معنات أن تتابعك السوشال ميديا بشكل كبير فالمقياس الحقيقي أنا بالنسبة لي صحيح لغة الأرقام ولكن أيضا لغة التواجد الفعلي بين الناس يعني التليفزيون بيلعب دور أساسي بعضهم اليوم خاصا إذا كانت MBC شاشة العرب الأولى طبعا أكيد أكيد ما في شك طيب مين اختار وليش اختاره راجح الحارثي ليقدم سعودي آيدل سعودي آيدل برنامج ضخم جدا وكبير جدا والأول من نسخته وأنا أعرف أن المنتجين ما كانوا يعني ما يعرفون إيش ردة فعل الشارع السعودي عن هذا البرنامج ولا رح يختاروا إلا أي مذيع تمام بس فعليا فعليا الموضوع توفيق من الله سبحانه وتعالى يعني أنا شفت وطلعت على أسماء اللي كانت موجودة كان في أسماء إعلاميين كبار وأكبر مني بكثير المجال وأقدم مني وما رح أقولك أحسن مني لأنهم يعرفون من الأحسن يعني بس فعليا كانوا موجودين بس الكل اتفق نقالوا أنه نبغى راجح ليش ما أعرف ممكن دعوة والدي ما أدري بس يعني سبب اختيارهم والله ما أعرف بس لعلي إن شاء الله أني كنت قد الطموح اللي كان يبحثون عنهم مين كان الأسماء الثانية؟ صعب مين مثلا؟ صعب ما أنت قلت لي ممكن يكونوا أفضل منك يعني أنت بالعكس عم تعطيوني كردت يعني ممكن تسميهم بس حتى ولو صعب ليش؟ لأني ما أحب أتحدث عن الناس هم موجودين ليش أنت بالعكس؟ أسماء علاميين سعودين وغير سعوديين طبعا وكان كلهم مرشحين للبرنامج بس يعني فاز بها عكاشة ياسر السقاف ما أقول أسماء طبعا أنا عم بسألك ياسر أحب على فكرة كثيرة صديقي عم بسألك أما عم بحكي طيب عم بحكي عن أسماء سعودية معروفة صحيح طيب بس أنا أكيد ما راح أقول أسماء يعني طريق الحربي؟ أبدا ما راح أقول أسماء كلهم أصدقاء وأعزاء وكلهم كلهم أنا أحبهم بس مو من الزين أني أنا أذكر أسماء يعني ليقولوا ما أختاروهم أختاروني بس أنا أقول لك الموضوع بشكل عام يعني طيب مين اختارك؟ أنت بغي أسمي الشخص يعني والله ما عرف مين اختارني صراحة الشخص تحديدا بس مين تواصل معي يمكن أول حد صدق ما أدري مين تواصل معي مين قال لك؟ مين قال لك؟ يعني كيف لقيت الخبر أنه أنت راح تقدم هذا البرنامج كبير؟ هم أصلا كلموني عن برنامج ثاني والبرنامج الثاني اعتذرت عنه أنا صراحة تمام؟ ليش؟ ما كان يعني ما كان جوي يعني غرور؟ لا 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 ما كان طموحي عرفت؟ مختلف شوية أي نوع برامج مش طموحك يعني أي محتوى أنت ما بتحبه أوكي ممتاز خلينا نقول لك أول شيء أنا إلى هذه اللحظة إلى هذه اللحظة لقائي معك ما سويت برنامج هو شخصيتي أو أنا راضي عنه أو أنا أحبه إلى هذه اللحظة حلو؟ طيب أول برنامج راح أسوي وأنا راضي عنه وهو شخصيتي وهو راجح تاريخ 15 إن شاء الله بعد 14 يوم تمام؟ كل الأشياء اللي راحت كنت أسويها أسويها بحب نعم أسويها بحب ولكن مو مقتنع فيها تماما مش للوصول للشهرة لا يعني أنا جايه وما أنا معروف أصلا لا للوصول للإحترافية الكبيرة للوصول إلى ثقة الناس الكبيرة للوصول إلى المستوى اللي من بعده ما تقدر تشتغل شيء أقل منه كرميل ينضج الحلم وتكون لما تكون بدك تعمل المحتوى اللي أنت بدك يتكون أنت ركامة خبرات وتعمل اللي أنت بدك يتكون شو دي راح تعمله؟ شو هو المحتوى اللي أنت راح تعمله قريبا؟ واللي بتعتبر أنه هذا المحتوى يمثل هذا الشاب يلي كيفح ووصل واشتغل كما يوصل للشهرة اللي هو موجود فيه اليوم؟ جميل أول شيء بس تعليقا عن اللي ذكرت قبل شوي من القواعد اللي أنا أحب أمشي عليها في الحياة أفعل ما لا تحب لتصل لما تحب هذه قاعدة جميلة جداً مش ضروري أنك أنت تسوي الأشياء اللي تحبها الآن لكن سوي الأشياء اللي ما تحبها الآن عشان توصل لتحبها البرنامج اللي راح يصير إن شاء الله هو يعتمد أو رسالته الكبرى برسالتين رسالة إنسانية ورسالة ثقافية أنا حاولت طبعاً أنا مهتم بالثقافة مثل ما تعرف فحاولت كيف أقدر أوصل للناس الثقافات المختلفة بنبدأ في السعودية إن شاء الله بعدين بنطلق الخليج وبعدين العالم العربي وبعدين العالم ككل لأن هذا إن شاء الله هذا مشروع حياة بالنسبة لي أنه تبرم المملكة؟ يس فيها شيء إنساني هذا الإنساني صعب أن يشرح لك إياها ولكن الشيء الثقافي سهل أني أنا أبرز ثقافة المكان لا من ناحية الفنون الشعبية الموجودة ولا الأكلات ولا الزي كامل كلها راح تكون موجودة أنا عندي هدف قلت لك عنه في البداية اللي هو أن يصبح أن يصير إنسان مؤثر هذه البرامج اللي تتكلم عنك عن شخصيتك وأنت فيها برغبتك وبحب وقاعد تسويها وأنت مستمتع فيها هتوصل للناس بشكل مباشر مين راح ينتج لك؟ طبعا أنا أنت راح تنجو الشركة هم ومش أنا الشخص كشخص شركة بس إحنا شركاء أنا وهذه الشركة شركاء في هذا البرنامج شركاء نجاح وغيرها ومن أروع وأقوى الشركات الموجودين بالسعودية ولا يشتغلون أي شيء ما يشتغلون بيزنس يعني مش هدفهم بيزنس أبدا ولكن بدك أنتش كملت عم تلقي برنامج كبير هم ومنتهم ومنتجين بدك تلف المملكة طبعا طبعا بدك تفرجي يعني طيب ليش ما بتطلب دعم الوزارات والهيئات يدعموا لك هذا البرنامج لأنت بدك تفرجي فيه وجه المملكة إنسانيا وثقافيا ممتاز الوزارات عمرهم يقصرون على فكرة معي تمام لو أقلهم اليوم على البرنامج بكرة راح أصوره بدعمهم اللون لا ما راح أقوله اللون لا أنا سياستي لا تتحدث افعل فأنا أسوي برنامجي أنا كده حاط في راسي خطة إن السيزن الأول ما أبغى فيه حتى لا راعي ولا داعم ولا أي شيء عشان يطلع المنتج اللي أنا أبغىه بمزاجي وبرغبتي وبتفكيري ما أو أوطر تمام بعد ما ينتهي المنتج أقول اللي أنا أبغى أقوله أقول تفضل أنا هذا منتجي وبعطيك معلومة بمعنى ذكرت كلمة الأوطرة أنا من من الأشياء اللي أعاني منها في رحلتي في الحياة أو في تعاملي مع الناس الأوطرة تعرف تعرف شو معنى الأوطرة بإطار معين تحطه إنك تحط تفكيرك بإطار معين بإطار معين شان كده أنا كاسر الإطارات هذا مرتبط برحلة التغيير بدك تكون حر طبعا حر من الإطار اللي بينحط بدك تكون حر من بعض العادات والتقاليد بدك تكون حر من كل شيء من كل شيء هقولك شيء واحد الإنسان يعيش مرة واحدة ما عندك خيارين يعني ما عندك تجربتين تعيش اليوم وتتمسك بالعادات وتفكر بغير تفكيرك وتمشي وراء الناس والحياة الثانية اللي بتعيشها تعيشها بكيفك أبدا هي مرة واحدة تعيشي منوقف؟ لا 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 واقفوا الله الله أكبر ما شاء الله على البريء هذا الإنسان البريء البسيط أنت لو الناس يشوفون الشعور اللي يمسوية هنا يارفون أنك أنت مجرم بدل الإعلامي مالك مكتبي المجرم مالك مكتبي يا الأديا يا الأديا راجح طبعا لعيب أنت ما شاء الله عليك الله يخليك سؤال ثاني ما بتقول عم تعمل هذا المحتوى اللي أنت بدك تعمله بدك تفرجي الوجه الإنساني بجولتك بالإنتاج بده مكيف حار حار أنت عم بتشوب لما عم يوصل الحديث على مكان بيخليك تشوب تمام لأنه كتير منيح الوضع أنت عم بتعبق لما يكون فيه شيء سؤال طيب يلا ورح تطول بقى طيب صورت هذا البرنامج هذا المحتوى مش لما نسمي برنامج برنامج يعني حطيني ضمن إطار تليفزيوني ولكن هذا المحتوى اللي بدك تصوره أنت بدك تفرجي الوجه الإنساني بعض الشيء والوجه الثقافي للمملكة خلصت هذا العمل عملته على زوءك وبدك تشوف إذا فيه راعي ممكن يرعى هذا البرنامج لأنت اليوم أنت مؤمن فيه وأنت بدك تعمله مثل ما أنت شايف بتروح عند معالي المستشار أبو ناصر أو بتروح عن سمو الأمير بدر أول شيء أعتقد كل حد لا تخصصه كل حد لها عمله كلهم ما راح يقصرون كلهم دعمين لكل مشروع ناجح يخدم المملكة يخدم الرؤية بس عند أول شخص من بتروح عن معالي المستشار راحger الترفيه أو بتروح على وزارة السقه فكير ميل يرعوا هذا البرنامج أنا أقول لك على حسب تخصص البرنامج إذا شيء خص الثقافة فأكيد أني راح أروح لوزارة الترفيه وإذا شيء خص الترفيه فأكيد راح أروح للترفيه بس هو المحتوى محتوى دايما محتوى أساسا هو أيضا ترفيه صحيح بس أن على حسب تخصص البرنامج الدقيق البرنامج يتحدث عن الثقافات فإذا شيء خص الثقافة أو هيئاتها أكيد أني راح أروح للثقافة بس أنا أقول لك أنا هدفي وطموحي مو أن يبحث عن راعي أنا هدفي طموحي أن البرنامج كل العالم تشوفه وكل العالم تتفاعل معه وهذا شيء مهم جدا حين عندنا بارد في البرنامج يخص تفاعل الناس مع البرنامج بطريقة معينة يعني راح يكون إن شاء الله فالهدف نحن نوصل للناس موش الهدف راعي ولكن إذا بلك تعمل محتوى من دون إنتاج نحن نجازين بكل شيء من دون مردود يعني م راح تعمل سيزن ثاني ما نبحث عن مردود ماذا تبحث عن فقط إظهار وجه المملكة للعالم صحيح هذا هدفك الأول صحيح وإذا ما كان فيه مردود ما نبحث عن مردود ما بتحصل مردود بس ما فقيك تعمل سيزن ثاني إذا ما حصللك مردود بلآخر بإدها أنه أو أرقام يا هيدا أعطيك تعمل سيزن ثاني أو أقول لك صحيح أنا حكيت لك أن أجل سيزن الأول بدون ما نبحث عن neحد تمام عشان الناس تشوف محنش قاعدين سوي ومناسبة ترى في الانستجرام في جولتي اللي سوادها في المملك أنا أنا صارف ترى ما يقارب 450 ألف المحتوي تبعي 450 ألف ما دورت مردود من حد ومع العلم ترى 450 ألف بالنسبة لي شيء مش سهل عشان نكون معك صادق وقتها شيء مو على ما قالوا من طرف البنك كانت ميزانية كبيرة ميزانية مدير تعمالي حكي معا صعب ليش ممكن ما تبغى حكي معا إلا ما تحدد سبيكر إلا سبيكر أنت إلا أنا زي الصوت يا ما تصيد ليش إلا لهديد لا وطيت وطيت منيح ضغري وطيت الصوت طبعا قاعد يسجلون كلام يكتب ما يطيك العافية أنا بحسابي في استجرام زي ما قلت لك صرفت عليه كثير ولا كنت أبحث عن مردود بس الله أملك الحمد قدرت أطلع على المردود طيب سؤال أنت وعم تبرم المملكة وعم بتصور فعلا بهمك صراحة فعلا بهمك تعيش اللحظة أو بهمك تصور وتوسق وتنشر للأسف أنا سيئة في أني عيش اللحظة أركز على الشغل كثير أنا كثير كثير مرة إذا كان في بعض الأمكنة إذا ممكن تزورها من دون تصوير بتزورها أو لا ما أفعله بدون تصوير تعيش اللحظة ما أقدر أعيش اللحظة حيث نتجوزنا المرحلة هذه عبعد ما نقدر خلاص إحنا تورطنا بالجوال وبالتصوير ما نقدر نستمتع الحين بدون ما نصور أبدا هذه مشكلة كبيرة قديش مدمن مواقع تواصل أنت كنت والله كنت شخص جيد أنا كنت شخص ممتاز متوازن بس دخلت السوشال ميديا تعرف كيف أطلع لك قديش أستخدم الجوال قديش أستخدم مصيبة الله يهديني بس من فين يتجي أصلا مركز التحكم مدة استخدام الجهاز قديش أنا بصدمك بأقول لك أنها خمس ساعات وثمانية وثلاثين دقيقة من يوم صحيت يعني فعليا من يوم صحيت والجوال قدتي إلى نحين إلى قبل أبدأ معك فهذه مصيبة كبيرة وصليت قبل ما تدخل لحظات الصلاة بس لحظة الصلاة ما فصلني لحظة الصلاة بس هذه مصيبة ترح مصيبة كبيرة قديش بفتلك بدخول من مواقع التواصل الاجتماعي بالأرقام بدون تلفزيون بدون تلفزيون ما بحكي مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات مثلا مثلا لإنستجرام ولكلها طبعا أنا سناب شات لها يعني إعلانات الخاصة فيه وتكتوك لها إعلانات خاصة فيه تويتر لها إعلانات خاصة فيه وإنستجرام لها إعلانات خاصة فيه أي أكثر منصة بجيب لك مصاري إستجرام كان بجيب لك إنستجرام بالشهر شوف أنا ما عندي رقم دقيق تقريبا بس هو أكثر شيء يجيب يعني أكثر شيء عندي إستجرام وسناب شات مع بعض بس إستجرام أكثر أحبه وبعدين تويتر مئة ألف ريال بالشهر والله صعب أقول لك يعني صعب أقول لك رقم دقيق يعني ما أعرف شو نحسبها ما أعتقد لنا مئة أكثر طبعا أكثر ما شاء الله تبارك الله هل نحكي عن إستجرام وعنها كل ما بعض عم بحكي عن إستجرام بس لا أحكي عنها كل ما بعض عشان أعطيك رقم تقريبي يعني تقريبي شاء ما نصير يعني مبالغ فيها قديش أكثر من 200 ألف ريال بالشهر أي طبعا 500 ألف ريال بالشهر لا أقل أكثر أكثر طبعا شوف إستجرام أنا أشتغل فيه مع هاي براند الحمد لله إستجرام أشتغل فيه بالدولر سناب شات بالريال فقاعد أحاول أحاول عملة عشان يطلع لي النتيجة كل ما بعض قديش بطلع النتيجة طبعا بكرة ما قد قلت الحد في حياتي أبدا ولني حريص والله بس بأعطيك تقريبي الحمد لله اللهم مالك الحمد فأما بنعمة ربك فأحدث شوف نستجرام عندي هذا الأسبوع الأسبوع الجاي أعلاني أسمي أسماء شركات عادي كامل مبلغ عندك مشكلة عن شركات رينج خلينا نقول لك رينج 800 بالشهر هذا رينج يعني أحيان ترى في المواسم 800 ألف ريال دبل وتزيد وفي مواسم لا تصير 800 ألف ريال بالشهر يس هذا الرينج السنوي يعني بالسنة قدي يس هذا بس سوشال ميد ترى ما العلاقة تلفزيون ما شاء الله تبارك الله أي أكتر منصة بتشبهك تشبهني إنستجرام طبعا إنستجرام لأنه يحفظ جهدك اللي أنت تتعب فيه وتسويه إنستجرام تشوف أراد تفعل الناس الفترات طويلة مو بس اليوم وخلاص سنبتشات عندي مشكلة معاك كبيرة جهدك اللي تسويه يطير غير اللي يطير لازم تصير أنت كل يوم تصور أشياء جديدة صعب بس إنستجرام ما في مردود مادة مباشر مباشر أنا بالنسبة لي غير مباشر من خلال البراندات أنا بالنسبة لي إستجرام يعني الله أملك الحمد أتدخل منه عشر ألعاب سنبجات بس منه منه متداول كتير إنستجرام في المملكة يعني يعني منه ما هو مو أكتف الناس عليه صح ولكن إستجرام برنامج عالمي فلذلك البراندات العالمية لهذه براندات كلهم يبحثون عن شيء عالمي ما يبحثون عن شيء بخص منطقة ضعينة ما بترتاح أكتر بسناب بتحطي المحتوى وبيطير إلا بس إنني أنا ماني شاطر مرة في سناب يزعلون عليه الناس كثير مرة مع العلم عندي ترى مليون ومئتين الناس مرزة لاني يقول أنت ليش ما متصورك اليوم تخيل نهار نهار من دون سوشيال ميديا نهار من دون جوال مستحيل أنا بالنسبة لي للأسف مستحيل مع أني ما كنت أعتقد أني يوم اليوم بصير كذا أبدا بس كنت شفتني لا خلاص يعني وصبت بهذا الأدمان يعني أبوي زمان كنت أجز جنبي وماسك الجوال هاوشني تقول لي أنا يعني أنا موجود مع في رضو منك تحت الموجود وكذا وحين صار يجز جنبي بجوال وانو بجوالي وإن كم تعد تخطي مع بعض يبدو أن الأدمان انتقل الأجيل لا انتقل والله على طريق بسم الله الرحمن الرحيم أبوك سمع حط سمع السلام ما شاء الله الطيب عندك رأيك طيب عندي أحد والله عندي أحد طيب اسمع أنا في لقاء يا بوي تمام قدامي لا لا ما في يلا صبر دقيقة قدامي مالك مكتبي إعلامي لبناني معروف وإنسان يعني ناجح في عملها يبغاني أحط سبيكر أحط سبيكر ولا لا بس حط سبيكر ايش طبان يقول لي طيب طيب طب أبو أحط سبيكر وأقول لك يلا طب ترى كل الناس يسمعونك الحين اللقاب ينزل إن شاء الله قريب وهذا أول لقاء أنا سوي بعد خمس سنوات يعني خمس سنوات كلها ما قد ظهرت فيها بلقاء شو بتقوله لبيك أول مرة بتقوله يا هلا أول مرة أول مرة أوكي يا أبو أبغى أقول لك أبغى أقول لك أبغى أقول لك خمس سنوات أول مرة أنا الجزء أول مرة في الأرض حسنا متأم بالإعزال للنزل Eren ونسألها لك التوفيق الشكل لله سبحانه وتعالى أن التوفيق أول وآخر الوالدين طبعا دورهم مهم جدا أكيد يعني ما في شك بالتوجيه وبالتربية طبعا هذا معروف لكن يظل مجرد سبب التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى ونسألها لك مزيد من التوفيق ونجاح عادتين أنا ما أظهر بلقاءة بمقابل مادي لكن المرة هذه كرما لك عشان ترويك البنان طيب أقول لك شي ماذا ترويك متى بتزوجني إن شاء الله متى بتزوجني والله أنت من حلال اشتراطاتك صادة وعني من حتى التوفر جايزين على الاشتراطات إن شاء الله بيكتر في الجنة إن شاء الله لا إن شاء الله بالدنيا وفي الجنة كلنا جنة خور العيد إن شاء الله شكرا طالع عمرك على كل شيء والله أعرف أني ماني شاطر في التعبير يمكن بس اللي أبغى أقول لك إياه رغم كل شيء رغم الصعوبات التي أنت واجهتها أبغى أقول لك رأيي كشخص لا تعتبره لا تعتبره ولدك يعني أنت إنسان عظيم بكل التفاصيل كفاحك في الدنيا والمسؤولية التي تحملتها أكبر منك كانت وقتها ولكن أنت فعليا كنت أكبر منها فجزاك الله خير وبيض الله واجهك على كل شيء سويته لي والغيري ما علي من غيري اسأله عن مواصفات العروس صعبة ما نحكي حنباته يا ولد الله يحفظك يا بوي تبغى شيء الحين ترجع شو أكتر شيء أندم عليه أكتر شيء أندم عليه أني كنت أسمع كلام الناس أو أني استحيت لأسوي شيء وأنا كنت مقتنع فيه أو أني ترددت أو أني خفت أو أني شلت هم أو أني ما تجرأت أني أسوي الخطوة شيء يعني يخلي الواحد يعني يقول لنفسه أفأس خلاصت اللقاء برأيك شو حبيت ما حبيت شو حبيت شو ما حبيت بقولك شغلة أنا ذكرت لك قبل أنا ما طلعت برامج كثير ليش ما أبغى أطلع وأنا ما عندي شيء مفيد أو جديد أنا قاعد أفكر يا رب كيف نطلع مع مالك بلقاء فعلا مثري فعلا احترمت فيه كل الناس فعلا طلعت فيه نتيجة أنا راضي عنها أيضا بدون ما أتشتت عن هدافي لأن أبو أحققها لأنني أجدت كنا عندي هداف أبو أوصله للناس ما أريد أن أطلع عنها بس وإنتوا بعد اللععاب كبير يعني فأقلت يبي يودي نيميني سهل إن شاء الله أني أنا أحدى على الجدار شو شيئلت لأول مرة أراضي كل الفضائي حاليام قلتها ما أحد كانت يعني ها بتشوف بعد ما ينزل اللقاء ردت فعلا للناس لأن فعلا فيه شيء أنا ما قلت حكيت عنها كثير أول مرة بتدمع أنا ما دمعت رجال ما يبكي هماك تقول رجال ما يبكي لا والله أول مرة دمع قصدك في حياتي يعني لا باللقاء طبعا أول مرة نعم أول مرة طبعا أول مرة بحياتي لأنني ما أنا حريصة لأن الناس تشوفني يعني تشوف هذه كل الأشياء اللي تعتبر خاصة مو ضعف ولا قوة بس ما أنا حريص يعني أبغى الناس تشوف الشيء اللي أنا بغاهم مشغوله راجح عشرين ثلاثين وين بتشوف حالك شاء الله أن يكون جزء كبير من تحقيق هذا الرائح اللي بالنسبة لنا كلنا كشباب سعودين صارت همنا مو بصارت شيء احنا مبسطين عليه صارت هم لنا لازم أنحنا نسعى ونساعد على الأقل أنحنا نحق شكرا عفوا خلصنا خلصنا الحمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اشتركوا في القناة